انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 بلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام يقرب من 7992 طالب وطالبة منهم ما يقرب من 268897 طالب وطالبة بالشعب الأدبية و338882 طالب وطالبة بالشعب العلمي علوم و100213 طالب وطالبة بالشعب العلمي رياضيات موزعين على 2089 لجنة السير على مستوى الجمهورية حيث أدى الطلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في مادتي تربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية انطلق مراسن امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم بدورها أعلنت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات السنوية العامة هذا العام وصل إلى 707992 طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية لتصدي لأي محاولات للغش محافظات الوجه البحري شهدت خلال اليوم الأول عدة جولات تفقدية لعدد من المحافظين والمسؤولين للجان الامتحانات لتأكد من تطبيق كافة الإجراءات بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تزليل كافة العقابات أمام رؤساء اللجان والمراقبين محافظات الوجه القبلي شهدت أيضا متابعة مستمرة على مدار الساعة لمقار اللجان للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء اللازمة للطلاب والمسؤولين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعافة في النقاط المحددة لاستقبال أي حالة طوارئ من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بكل محافظة وتستمر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على مدار يومين ليحصل بعدها الطلاب على راحة من الاختبارات ويتم استئناف الامتحانات يوم السادس والعشرين من يونيو بمادة اللغة العربية كأول امتحان في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع